وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُ وَاسْتَمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ عِدَّةٍ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْرَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد فمرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام في هذه الحلقة الجديدة والتي سنتحدث فيها بإذن الله عن الأدب مع الله ولكن قبل الكلام عن الأدب مع الله سبحانه وتعالى لابد من الكلام عن الله سبحانه بذاته عن عظمته وجلاله وكرمه ورحمته لأن مقدار الأدب أو التأدب مع الله إنما يكون بحسب معرفتنا بالله لأن كل أدب يكون بحسب يعني معرفة المتأدب معه فمثلا الأدب مع السلطان يكون لأجل سلطانه وبحسب عظمة ذلك السلطان والأدب مع العالم يكون لجلاله وعلمه وبحسب عظمة علمه وكثرته وهكذا الأدب مع الجواد من الناس يكون بحسب جوده وكرمه وهكذا فكل يكون الأدب معه بحسب مكانته فإذا كان الأدب مع هؤلاء وهم من المخلوقين يعني يتأكدوا لأجل مكانتهم فكيف بالأدب مع الخالق سبحانه وتعالى الذي هو أساس كل يعني ملك وجلال وكرم وغير ذلك من الصفات الكريمة المحمودة ومن المعلوم أنه على حسب معرفتنا بأظمة الله وجلاله وكرمه ورحمته وسائر صفاته يكون تعاملنا وأدبنا معه جل وعلا ولذلك لم يبدأ الله سبحانه وتعالى عباده بالأحكام في أول البعثة أو في العهد المكي بل كان جل القرآن في ذلك العهد في بيان عظمة الله وجلاله وبيان كبريائه ووحدانيته وأما الأحكام فلم تنزل إلا في آخر العهد المكي فالصلاة مثلا لم تفرض إلا في السنة الثانية عشرة من البعثة يعني قبل الهجرة بسنة واحدة وإنما نزلت هذه الأحكام بعد أن امتلأت قلوب الصحابة بعظمة الله وجلاله ولذلك سهلت عليهم بعد ذلك اتباع الأحكام أو اتباع الأوامر ولكن قبل أن نتكلم عن عظمة الله وعن جلاله وعن كبريائه وعن الصفات العظيمة لابد أن نتكلم عن وجود الله سبحانه وتعالى مع أن وجود الله سبحانه وتعالى لا ينكره يعني موجود من الموجودات إلا أننا في هذا الزمان يعني قد صرنا نسمع ويذكر لنا في الناس أن هناك من ينكر وجود الباري جل وعلا بل أصبحنا نسمع أنه يوجد من هذه الأمة وللأسف هذه الأمة التي يعني نزل عليها القرآن يعني أصبحنا نسمع من يدعي في هذا الزمان أن العالم قد جاء صدفة وأن الناس أو الخلق خلقتهم الطبيعة أو الدهر مع أن الحجة في هذا الوقت يعني في هذا العصر الذي فيه التطور وفيه التقدم الهائل الذي نراه الحجة فيه أبلغ وأقوى ولذلك يعني كم من متخصص في علم من العلوم في هذه الأيام نجده يبرز في قلبه ما يدعوه إلى توحيد الله وتعظيمه بل وجدنا كثيرا من الناس يسلمون وهم يعني لم يدعوهم أحد إلى توحيد الله وإنما أسلموا بعد أن كانوا ينكرون الوجود وجود الخالق سبحانه وتعالى بسبب ما اطلعوا عليه من تلك العلوم إذن وجود الخالق جل وعلا لا يجوز أن يماري فيه في الحقيقة أحد من العقلاء لأن أدلته كثيرة جدا يكفي فيها هذه المخلوقات بشتى أنواعها يستحيل أن توجد هذه المخلوقات بدون موجد ويستحيل أن توجد نفسها ولذلك قل تبارك وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون العلماء يقولون يسمون هذا التقسيم العقلي التقسيم العقلي يعني أحيانا يكون تقسيم رباعي أحيانا يكون تقسيم ثنائي أحيانا يكون تقسيم ثلاثي فهنا التقسيم ثلاثي يعني إما أن يكون هؤلاء قد أوجدوا وجدوا هكذا من غير شيء هذا الأول من التقسيم وهذا معنى قوله تبارك وتعالى أم خلقوا من غير شيء إما أن يكون قد أوجدوا أوجدوا من غير شيء وهذا يستحيل عقلا لأن كل موجود لا بد له من موجد القسم الثاني أن يكونوا قد أوجدوا أنفسهم وهذا أيضا من المستحيلات كما قال تبارك وتعالى أم هم الخالقون لأن ما كان معدوما في الأساس لا يمكن أن يوجد نفسه لأنه كان معدوم في الأصل والقسم الثالث أن يكون وجودهم قد أوجدهم موجدون سواهم وهذا هو الحق والله سبحانه وتعالى ذكر القسمين الأولين من القسمة العقلية وأبطلهما فبقي النتيجة وهي القسم الثالث وأنه لهؤلاء الموجودين موجد وهذا هو الصواب والقرآن لم يذكر إلا القسمين الأولين القسم الأول والثاني لأن القسم الثالث نتيجة كما ذكرت نتيجة لبطلان يذينك القسمين الأولين فتبين أن هؤلاء المخلوقين لم يخلقوا من عند أنفسهم لم يخلقوا أنفسهم ولم يخلقوا من غير شيء وإنما خلقهم الخالق سبحانه وتعالى وهو الذي خلق السماوات ولذلك جاء في آخر الآيات أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يقنون إذن الذي خلق السماوات والأرض هو الذي خلقه مدام أنهم لم يخلقوا أنفسهم فكيف يخلقوا السماوات السماوات يعني جاءت قبلهم فإذا هم غير موجودين في الأساس فلا شك ولا ريب أن الموجود قبلهم قد خلق من خالق قبلهم فهم لا يجدون أنفسهم ولا يجدون ما هو موجود قبلهم فبقي أن الذي أوجد هذا كله أو هذا كله هو الخالق سبحانه وتعالى ولذلك في الصحيحين من حديث جبير بن مطعم يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور فلما بلغ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون قال جبير بن مطعم كاد قلبي أن يطير لما سمع هذه الآيات يقول كاد قلبي أن يطير والحقيقة يعني كثيرا ما نجد الله سبحانه وتعالى يرشدنا إلى الاستدلال على معرفته بآياته بالمخلوقات ويقول تبارك وتعالى وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون الأرض كم فيها من الآيات كم فيها من النبتات والجبال والحيوانات بل وفي أنفسكم أفلا تبصرون ويقول تبارك وتعالى ولقد خلقنا الإنسان هنا وفي أنفسكم أفلا تبصرون ثم بيّن في آيات أخرى هذا الخلق الذي يرشدنا الله إليه ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحمة ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين وعيات في هذا كثير والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون وهذا الباب يعني من الاستدلالات بآيات الله كثير جدا والمخلقات تدل على وجود الخالق وعلى قدرته وعلى عظمته وهي أكثر في الحقيقة من أن تحصر والاستدلال على الرب سبحانه وتعالى يعني أكثر وأشهر والله سبحانه وتعالى أعظم وأكبر وأجل من أن يحتاج في معرفته أو معرفة وجوده إلى شواهد واستدلالات بل كل من فكر ولو قليلا في الخلق ولو لم يأته رسول فلا بد أن يهديه وعقله إلى الخالق العظيم جل وعلا وقد ذكر الله سبحانه وتعالى ما حصل بين موسى وفرعون من المناظرة في الرب سبحانه وتعالى وكيف استدلها عليه موسى بالخلق فقال تبارك وتعالى قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين ففرعون أخذ يستهزئ قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون ولذلك لما جاءهم موسى بالآيات الدالة على صدقه نسبوه إلى السحر والله سبحانه وتعالى يقول عنهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوة فانظر كيف كان عاقبة المفسدين فهم متيقنين في الداخل أن هذه الآيات حق وأن ما يقوله موسى حق ولكنهم جحودا واستكبارا ينكرون ذلك وهكذا الله سبحانه وتعالى ذكر المناظرة بين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبين نمرود وكيف أن إبراهيم قد قطع نمرود وحجه قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين ومناظرات الرسل مع قوامهم كثيرة في القرآن ذكرها الله سبحانه وتعالى وهكذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أحوال نبينا صلى الله عليه وسلم مع هذه الأمة في القرآن يعني كثيرة إلا أن هذه الأمة التي أرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يكن فيهم أحد يجحد الخالق كلهم مقرون بوجوده وبربوبيته إلا أنهم كان يعبدون معه غير يشركون بالله ولهذا قال تبارك وتعالى في شأنهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ولئن سألتهم في الآية الأخرى ولئن سألتهم من نزل من السماء ما أنفاحي به الأرض بعد موتها ليقولن الله إذن هم مقرين ولكن هم تركوا عبادة الله والآيات في هذا كثيرة وقد سئل بعض الأئمة عن أشياء من وجود الله فأجابوا بأجوبة مختصرة ومفحمة من ذلك ما يحكى عن أبي حنيفة رحمة الله عليه أن قوما من أهل الكلام أو من أهل من الدهريين الذين ينكرون وجود الخالق أرادوا البحث معهم في وجود الخالق فقال لهم قبل أن نتكلم في هذا الموضوع يعني أنا أسألكم عن مسألة وهي هناك سفينة يعني أسألكم عن سفينة في دجلة كانت تذهب وتمتلئ من الطعام والمتاع وترجع بنفسها وترسو على المرسى ثم تفرغ ما فيها من الأشياء وترجع كل ذلك من غير أن يدبرها أحد يعني ليس فيها لا ربان ولا فقالوا هذا محال لا يمكن أبدا هذا لا تصدقه العقول فقال لهم إذا كان هذا محالا في سفينة فكيف في هذا العالم كله علوه وسفله فبهت القوم يعني كلام أبي حنيفة رحمة الله عليه يعني ملخصه أن هذه السفينة يمكن أن يصنعها الإنسان ويمكن أن يدبرها الإنسان فهي سهلة بينما الإنسان لا يستطيع أن يخلق ذبابه كما قال تبارك وتعالى يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا لها إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له فإذا كانوا لا يستطيعون أن يخلقوا ذبابه فكيف هذه الذبابة توجد نفسها أو يوجدها الطبيعة أو الدهر والسفينة لا يمكن أن يوجدها الدهر وهي أسهل والدليل على سهولتها أن الإنسان يستطيع صناعتها هذا هو فحوى أو معنى كلام أبي حنيفة رحمة الله عليه ولذلك حجهم وقطعهم يعني هذا من الذي يصنع هذا إلا رب العالمين ولذلك يقول الشاعر فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد وسئل بعض الأعراب عن هذا يعني ما هو الدليل على وجود الرب سبحانه وتعالى فقال يا سبحان الله إن البعر يدل على البعير وإن الأثر يدل على المسير فسماء ذات أبراج وأرض ذات فيجاج وبحار ذات أمواج ألا تدل على اللطيف الخبير يعني هذا مختصر الكلام عن وجود الله سبحانه وتعالى وأما الكلام عن صفات الله فكلام كثير ولكننا نرجعه إلى ما بعد الفاصل بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم من جديد كنا تكلمنا قبل الفاصل عن وجود الرب سبحانه وتعالى والأدلة على وجوده والكلام فيها كثير وبقي الكلام على صفات الله سبحانه وتعالى أو على بعض من صفات الله سبحانه وتعالى والكلام على صفات الله يقصر في الحقيقة عنها الكلام وتحارو فيها الأفهم والله سبحانه وتعالى يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ويقول تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير مهما تكلم الناس عن عظمة الله وعن جلاله وسائري يعني صفاته لا يمكن أن يكون كلامهم في الحقيقة إلا كمثل القطرة بالنسبة للبحر يقول تبارك وتعالى وما قدر الله حق قدره ويقول تبارك وتعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحور ما نفدت كلمات الله يعني لو أن أشجار الدنيا كلها تصبح أقلاما وبحار الدنيا تصبح مدادا لهذه الأقلام ويكتب مدحة الله سبحانه وتعالى والكلام عن صفات الله لنفد البحر ولا انقطع الكلام ولم تنفد كلمات الله ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فبل مجرد لفظة الجلالة لفظة الله سبحانه وتعالى إذا نطق الإنسان بها يعني كم حلاوة هذه الكلمة لا يجد أحلى ولا أحسن ولا أجمل ولا أعذب منها الله هذه الكلمة يعني حلوة في المنطق عذبة في السمع حبيبة إلى القلب قريبة من النفس ساكنة في الفؤاد منقوشة في الوجدان الله كما قال أهل العلم الله أعرف المعارف وعلم الأعلام اسم تفرد به الله سبحانه وتعالى فلم يتسمى أحد به هل تعلم له سمية الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله يا أعذب الألفاظ في لغته ويا أجل حروف في معانيها الله يا أمتع الأسماء كم سعدت نفسي وفاض سروري حين أرويها الله هو الملك الله الملك الحق يقول تبارك وتعالى ويقول تبارك وتعالى له ملك السماوات والأرض وما لكم من دونه من ولي ولا نصير قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير ويقول تبارك وتعالى يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير والقطمير هي اللفافة التي تكون على نواة التمر يعني لا يملك هؤلاء الناس ولا هؤلاء الملوك هذه اللفافة التي على نواة التمر فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون وفي الآية الأخرى رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار الله هو الملك الحقيقي ولذلك في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض وفي الصحيحين حديث ابن عمر كحديث أبي هريرة هذا الذي ذكرته وفيه زيادة أين الجبارون أين المتكبرون وفي النساء عن ابن مسعود لمن الملك اليوم لله الواحد القهار الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسير مالك الملك مالك كل شيء رب كل شيء وبيده كل شيء سبحانه وتعالى عما يشركون وفي صحيح مسلم من حديثه أبي ذر رضي الله عنه هذا الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيء يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر هذا هو الملك ولذلك يقال أنه هارون الرشيد لما اشتد يعني حاله وقرب أمره من النزع يعني قرب من الموت قال احملوني إلى قبري حتى أنظر فيه فحملوه فلما رأاه بكى وقال اللهم أغثني اللهم أغثني ثم قال قربوني فلما قربوه فنظر إلى القبر ونظر إلى اللحة قال واستعوه عند الصدر قليلا ففعلوا ثم قال يعني سمدوا موضع الرجلين قليلا ثم أخذ ينظر إليه ثم يشخص ببصره إلى السماء ثم يقول يا من لا يموت ارحم من يموت يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه هارون الرشيد الذي يقول للسحاب إذا مر يعني هو من الملوك العظام يقول للسحابة إذا مرت أمطني حيث شئتي فسوف يأتيني خراجك فهو يقول هنا يا من لا يموت ارحم من يموت يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه ثم بكى حتى خيف عليه من بكائه وأنشد أنا ميت وعز من لا يموت قد تيقنت أنني سأموت ليس ملك يزيله الموت ملكا إنما الملك ملك من لا يموت فالله هو المالك الحقيقي والله هو الخالق لا خالق إلا الله يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه ضعف الطالب والمطلوب والله تبارك وتعالى يقول وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القياه ويقول تبارك وتعالى إن الله فالق الحب والنوى ويقول تبارك وتعالى ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فعبدوه وهو على كل شيء وكيل ويقول تبارك وتعالى قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفع ولا ضر قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين فالله خالق كل شيء الخلق بيده سبحانه وتعالى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون الله هو الخالق الله هو القادر الله هو العليم الذي يعلم كل شيء الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار الذي يستخفي بالليل والذي يكون ظاهرا بالنهار كلهم عند الله سواء هؤلاء لا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون وفي الآية الأخرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى ويقول تبارك وتعالى إن تبدو شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليم ويقول تبارك وتعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا الله العليم علمه محيط بكل شيء يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوة ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ويقول تبارك وتعالى في الآية الأخرى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون يعلم كل شيء يعلم السر وأخفى أخفى من السر يسمع ويرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلمة لله در الشاعر الذي يقول يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي ويرى مناط عروقها في نحرها والمخة في تلك العظام النحلي ومن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمن الأولي فالله هو العليم والله هو القدير سبحانه وتعالى ومن قدرته الله ذكر أشياء كثيرة من قدرته في كتابه سبحانه وتعالى كما يقول تبارك وتعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه هذا الرجل مر على بيت المقدس بعد أن دمرها بخت نصر وقتل أهلها وأحجرهم فمر عليها وإذا هي خاوية على عروشها كأنه لم يكن بها أنيس ولا جليس فقال أن يحيي هذه الله بعد موتها وكان معه حماره ومعه شرابه وطعامه فجلس في ظل حائط وكان في بداية الضحى في بداية النهار ثم أخذ الله روحه ثم رد عليه الله روحه بعد مئة سنة فلما أفاق فإذا الشمس إلى جهة الغروب فظن أنه نام وقتا يسيرا ولذلك لما قال الله تبارك وتعالى له أو سأله الملك كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام يعني هو في هذا المكان لبث مئة عام ولم يتغير من جسده شيء كما هو وأعماه الله أعما الله عنه أعين الناس يعني لم يراه أحد ولم ينتبه إليه أحد مئة سنة كان عنده يعني ولدان وجارية عمره أحدهما تسعة عشر عاما والآخر نحو هذا العمر وهو أخذ الله روحه وعمره كان أربعين سنة ثم ردع الله عليه روحه بعد مئة سنة وشكله ابن أربعين سنة ولذلك لما قال له كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى والعجيب أن الطعام والشراب الذي معه الذي لبث مئة سنة نحن نعلم أن الطعام يعني لا يلبث طويلا الطعام يفسد وهكذا الشراب بعد مدة من الزمن فهذا الطعام وهذا الشراب الذي عنده بقي مئة سنة لم يتغير لم يتغير ولم يفسد يعني كل العوارض وما في الهواء من المكروبات وهذه الأشياء التي تفسد الطعام كأنها توقفت وهذه من قدرة الرب سبحانه وتعالى وأما الحمار الذي افترض به أن يطول عمره قليلا يعني الحمار ربما يجلس فترة من الزمن قبل أن يموت بينما الطعام هو سريع الفساد فالحمار فسد ولم يبق منه إلا عظامه والطعام بقي كماه وانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها العظام كيف نحييها مرة أخرى قامت العظام وهو ينظر إليه وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما ثم كسيت لحما وعروقا وجلدا وهو ينظر فبينما هو كذلك إذا بالحمار يصوت بصوته فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدر طبعا عزير عليه الصلاة والسلام يقال أن الجمهور يقولون أن هذا الرجل عزير نبي الله عزير هو لما قال أن يحيي هذه الله بعد موتها لم يكن شاكا في قدرة الله وإنما كان يريد أن يعرف الكيفية كيفية هذا الخلق ولذلك لما قام هو بعد مئة سنة فإذا القرية قد امتلأت من الناس ولما ذهب إلى ولديه لم يعرفاه وكان شيخين كبيرين أحدهما عمره مئة وعشرين سنة والآخر نحو ذلك حتى عرفاه بعد ذلك يعني بأشياء ذكرها أهل التفسير في يعني كتبهم والله سبحانه وتعالى يقول وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون هو الأول فليس قبله شيء وهو الآخر فليس بعده شيء وهو الظاهر فليس فوقه شيء وهو الباطن فليس دونه شيء خلق كل شيء ولا يؤده شيء ولا يغيب عنه شيء ولا يضره شيء ولا ينفعه شيء ولا يستعين بشيء ولا يحتاج إلى شيء وليس كمثله شيء وهو السميع البصير أحق من ذكر وأحق من حبط وأنصر من ابتغي وأرعف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى هو الملك لا شريك له وهو الفرد لا ند له كل شيء هالك إلا وجهه لا يطاع إلا بإذنه ولا يعصى إلا بعلمه يطاع فيشكر ويعصى فيغفر أقرب شهيد وأدنى حفيظ حال دون النفوس وأخذ بالنواصي وكتب الآثار ونسخ الآجال القلوب له مفضية والسر عنده علانية السر كالعلانية والسر عنده علانية الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى والخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر يعلم مثاقيل الجبال ويعلم مكايل البحار ويعلم عدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره ولا شيء يخفى عليه الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء قادر على كل شيء ملك لكل شيء هو الكبير سبحانه وتعالى إليك وإلا لا تشد الركائب ومنك وإلا فالمؤمل خائب وفيك وإلا فالغرام مضيع عنك وإلا فالمحدث كاذب إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة على أمل بأن نلتقي بكم في حلقة قادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرض والسماوات والأرض وعدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغير والعافين عن الناس مغفرة من ربكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة